السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم نتمنى لحضراتكم التوفيق والنجاح بازن الله ان شاء الله مع بعض هنستكمل اليوم درس جديد مرتبط بالحلقات السابقة في مادة التركيبات القاربية وسريعا نتذكر مع بعض زي ما تعودنا في لقاءنا اه الموفق بازن الله مع بعضينا ان احنا ان شاء الله بنراجع على او نتذكر اللي احنا خدناه في اخر حلقة عشان خاطر نقدر نربطه مع الشغل الجديد بتاعنا. زي ما اتفقنا يا شباب ان احنا ناخد بالنا ان مواد التخصص بتاعتنا هي مواد متكملة. ما بنفصلش ما بينها وبين بعضيها. فممكن ان احنا نكون بنتكلم زي ما عملنا كده في الحلقة السابقة ان احنا ممكن نكون بنتكلم في مادة التركيبات القاربية ونلاقينا دخلين في جزء خاص بشغل مادة الالات او جزء خاص بشغل مسلا مادة الالكترونيات او جزء خاص مسلا في المولدات. فاذا التخصص بتاعنا هي عبارة عن كلها اجزاء متكملة غير منتهية. يعني اللي درس جزء مسلا في الصف الاول هنلاقي بنكمل في الصف الثاني بنكمل في الصف الثالث وكذا بيبدأ يستكمل آآ مصارو في مادة التخصص. طيب احنا ان شاء الله مع بعضينا نتذكر كده سويا ان احنا كنا بنتكلم في مادة التركيبات القاربية بعد ما تعرفنا بشكل آآ كامل على اجزاء منظومة القوى القاربية اللي هم التلات مراحل. توليد ونقل وتوزيع. جينا اتكلمنا عن شبكة التوزيع. تعرفنا انها بتتكون من سلاسة عناصر اساسية. او مغزيات. اللي هي الموزعات والكابل والكوندكتور بتاعتنا او الموصلات والكابلات اللي احنا بنستخدمها في عملية التوصيل. بعد ما بنخش من شبكة التوزيع بانواعها مختلفة سواني كانت شبكات توزيع حلقية او شععية او قطعية متدخلة بنوصل للمرحلة المهمة بالنسبة لنا اللي هو مرحلة او اليوزر بتاعنا او المستهلك والمستخدم للطاقة الكهربية. اللي هي بيبقى بالنسبة لنا اسمه حمل كهربي او احمال كهربية. اللي هي تعتبر مجموعة الاجهزة والمعدات والالات اللي بتتعامل مع الطاقة الكهربية. يبقى اي معدة اي الة اي جهاز بيتعامل بالطاقة الكهربية بنقول عليه او حمل كهربي. طيب سواء كان الجهاز او الالة دي موجودة عندنا في المنزل موجودة في مدرسة موجودة في مصنع في مستشفى في محل تجاري انارة محركات اه معدات كمبيوتر مثلا او اجهزة كمبيوتر معدات صوتية ايا كان نوع الجهاز اللي بتعامل مع الطاقة الكهربية اسمه حمل ايه? حمل كهرب. طيب احنا بقى دورنا من بعد ما تعرفنا في الترمي الاول على ازاي نعمل المشاريع ونعمل التصميمات ونعمل التواصلات الداخلية من اول عددات الطاقة الكهربية والدوائر النهائية وعمليات الحماية والتأمين وازاي نعمل دوائر فرعية وازاي نعمل لوحات التوزيع ونركبها بانواعها في اماكنها المختلفة ان شاء الله مع بعضينا قبل ما نسلم بقى الشغل احنا دلوقتي خلاص صممنا عملنا البلان بتاعنا المخطط الرئيسي ابتدينا نحدد العناصر اللي احنا عايزينها وصلنا التواصلات ابتدينا ركبنا المهمات والمكونات الكهربية بتاعتنا المفروض ان احنا نبدأ هنا في الحالة دي هنسلم الشغل تسليم الشغل يعني ان انا خلاص بقى بقول ان انا انتهيت من اعمال التواصلات والتركيبات ومجهزة ان هي دلوقتي تشتغل التشغيل النهائي للمستهلك او للمستخدم بتاعها طيب قبل ما بنسلم شغلنا او قبل ما بنقول ان احنا هنشغل تشغيل نهائي بتواصيل الطيار الكهرابي كان يجب ان احنا نعمل مجموعة من الاختبارات الاختبارات دي ما بيتمش بشكل عشوائي او بتتم بناء على اه هواش اشخاص معاينين لا ده دي بتبقى عبارة عن مجموعة من المواصفات القياسية او المعايير بتبقى موضوعة بنقدر نمشي عليها سواء كان من مرحلة التجهيز ومرحلة التصميم ومرحلة التصنيف نفسها للمعدات والمكونات اللي احنا نستخدمها انها تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية او سواء كان مرحلة التنفيذ نفسها واختيار العمالة الفنية اللي بتتم واختيار الادوات اللي احنا هنشتغل بيها كل ده كان بيتم من خلال مواصفات فنية موضوعة حتى كمان مجموعة الاختبارات اللي احنا بنقول عليها دلوقتي وهنشتغل فيها ونستكملها اللي اشتغلنا فيها جزء في الحلقات السابقة وهنكملها ان شاء الله في حلقة النهاردة كل ده كان بيتم تبقى لمواصفات موضوعة بما يسمى الكود الكهرابي المصري الكود الكهرابي المصري عشان الناس اللي ما كانتش حاضرة معانا في بداية الحلقة السابقة عشان تبقى فاهم وماشي معانا وتقدر تبقى مستوعب اللي بنقوله ان الكود المصري هو عبارة عن مجموعة من المعايير والمواصفات القياسية الموضوعة من قبل لجنة دائمة خاصة بالمركز القومي للبحوء لبحوث الاسكال مش بس للكهرباء لا ده فيه معايير كتير جدا لتخصصات هندسية اخرى زي مثلا المدني والعمارة والكلام ده كله طيب احنا فيما يخص شغلنا في الكهرباء هيبقى مجموعة اللجنة دي خاصة او استشاريين ومتخصصين في مجال الكهرباء والتركيبات الكهربية الكود بيعرفني المواصفات اللي انا همشي عليها طيب بينص الكود دوت ان انا لازم قبل ما بنسلم الشغل النهائي بتاعنا في التركيبات الكهربية ان احنا بنجري مجموعة من الاختبارات الاختبارات دي كانت عبارة عن مجموعة اختبارات بتتم بشكل متتالي بترتيب معين اللي موضوع به الاختبارات سواء كان او الاختبار فيهم اللي هو اختبار الدوائر النهائية الحلقية اختبار الاستمرارية او اختبار مقاومة التقريب او اختبار مقاومة العزل او اختبار الفصل والوقاية او اختبار اه التسرب الارضي او اختبار الحريق او التلف بالمياه ضد تصرب المياه او حدوث حريك كل دي اختبارات بتتم بالترتيب بحيث ان انا لو حصل ان لو في اختبار من الاختبارات دي ناخد بالنا بقى من نقطة دي مهمة جدا ان لو حصل ان اختبار من الاختبارات اللي احنا بنجريها ما قداش او ما دانيش النتيجة المرجوة من هذا الاختبار فبالتالي لازم اعيده بس طبعا اعيده ازاي انا مش بعيد الاختبار وبس لا معنى ان هو ما قداش او ما دانيش النتيجة المطلوبة او المرجوة مني يبقى معنى ذلك ان في حصل فشل او حصل اه مشكلة معينة قدت لفشل هذا الاختبار. يبقى انا لازم احل المشكلة او اصلح الخطأ او اصلح العطل او المشكلة اللي سبب فيها العطل اللي حصل وارجع عيد الاختبار ايه? الاختبار مرة اخرى. طيب لو حصل ان انا من ضمن الاختبارات دي كان فيه اختبارات سابقة نتيجتها هتعتمد على نتيجة الاختبار اللي انا بعيده دوت. يبقى انا لازم اعمل ايه? هعيد كمان الاختبارات بتاعة المعتمدة نتيجتها عليها. تمام? مش هعيد بس الاختبار ده. لا ده نعيد كل الاختبارات اللي نتيجتهم بتعتمد على نتيجة هذا الاختبار كمان. طيب. نرجع لترتيب الاختبارات بتاعتنا. اللي كنا ابتدينا فيه في الحلقة الماضية. هناخد مع وعد النهاردة ان شاء الله اختبار اسمه اختبار والوقاية ضد اللمس المباشر باستخدام الحواجز او الحويات اسناء التركيب. الاختبار ده كان بيقول يا شباب ان انا هنا بيتم وضع الاجزاء الكهربية داخل حوية او خلف حواجز تحقق درجة عالية جدا من الحماية والامام. بحيث ان الحواجز دي او الحويات دي تحقق لمجموعة من البنود وهي. اول حاجة ان تحقق الاسطح العلوية لهذه الحواجز او الحويات درجة وقاية عالية. وهنقول يعني ايه دي الوقت? اتنين ان يجب ان تسبت هذه الحويات والحواجز بمتانة يعني تكون بتثبيت جيد ومتين ما بتحركش من مكانه في اماكنها وان تحقق درجة كافية من الاستقرار والتحمل وتوفير الفصل المناسب عن الاجزاء المكهربة. تلاتة لا يتم رفع الحواجز او فتح الحويات الا عن طريق استخدام مفتاح او عدة خاصة بهذه الحويات. اربعة لا يمكن الرفع او الفتح الا بعد فصل مصدر التغذية عن الاجزاء المكهربة. يعني ايه يا شباب? يعني احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا عندنا مجموعة من المهمات او عن مجموعة من العناصر او الاجزاء الكهربية اللي انا بستخدمها في الدائرة بتاعتنا او داخل التركيبات بتاعتنا. زي ايه? زي كابلات مواصلات مفاتيح قواطع فيوزات اه اجهزة قياس لمبات بيان بارات نحاسية للتوصيل سواء توصيل اللاين او النيوترال او القطب التقريض لوحة التوزيع. عندنا اجزاء كتير جدا. محولات كهربية موجودة باستخدمها في المحطات الفرعية. باستخدمها داخل المنشأة مسلا لو عندي منشأة صناعية. وممكن يحصل فيها بولتش دروب او هبوط في الجوت. فبعود الفقد دوت باستخدام محولات كهربية. داخل المنشأة نفسها. خلاص. عندي مسلا مولدات احتياطية. عندي اه او مصادر لانقطاعية اللي هي مصادر احتياطية للطاقة الكهربية في حالة الانقطاع الطيار الطبيعي. خلاص. طيب الحاجات دي كلها دي عناصر ومكونات واجهزة ومعدات بتتعامل مع الطاقة الكهربية بجهود مختلفة. فيها الجهود المنخفض وفيها الجهود العالي. طيب اول حاجة في الاختبار اللي احنا بنقول عليه ان انا اتطمن من الاجزاء الموجودة عندي دي. وخصوصا المعدات اللي فيها اجزاء مكهربة. يعني حاملة للطيار القهرابي. وتكون مكشوفة. يعني ايه تكون مكشوفة? يعني مش واخد عزل. يعني مش زيها مسلا زي الكابل او السلك بيبقى واخد درجة عزل بلاستيك او مطاط. لأ دي اجزاء غير معزولة. زي اطراف توصيل مسلا. اتطمن ان انا اعمل لها العزل. واتطمن كمان ان انا ممكن نعمل لها فصل. او عزل باستخدام ما يسمى بالحواجز او الحاويات. طب ازاي بيتم الكلام ده يا شباب? هل الموضوع رقم واحد اول حاجة? ان انا استخدام حاجز او حاوية معناها كالقاتي. ان انا عندي جسمين. الجسمين دول او الجزئين دول حاملين للطيار الكهرابي او خايف او الان ان يحصل تماس مباشر بين الاجزاء دي وبين اجسام معدات اخرى او بين جسم العنصر البشر اللي بيتعامل معاها. فبالتالي بنعمل ايه? لازم اعزلها. طب هي اساسا جاية غير معزولة او واخدغ طبقة عزل مسلا عشان مسلا مش مش هيبقى سهل انها هنتاخد طبقة عزل. فبنعمل لها ايه? بنعمل لها. يا اما حاجز يا اما حاوية بيتم وضع الجزء ده داخلها لو هو يسهل او طبعتها انها يسهل نحن نحطها ده جوه ايه? جوه كونتينر. طب زي ايه مسلا? زي ايه? زي على سبيل المثال لما بنيجي نتعامل مع بعض الالات والمعدات في الاقسام الميكانيكية مسلا. زي مكنة المتقاب. اه زي مسلا مكنة الخراطة. مكنة الفريزة. الحاجات اللي هي في المعدات او الالات الميكانيكية. التوصيلات الكاربية بتاعتها طبعا هي قردي معزولة. الكابلات نفسها والموصلات. طب بتيجي مسلا على الاماكن بتاعت ربط الموصلات في المعدة. فيجي يعمل لها ايه? يعمل لها زي سطح حاجز او غطاء خارجي. عشان خاطر يتقفل عليها بحيس ان هي ايه? صعب ان حد يجي يوصل ان هو يلمسها او يتعمل معها بخطأ فيلمس لمس مباشر الجزء المكاهراب دوت. خلاص? طيب اه محرك كهرابي موجود مسلا في معدة والمحرك دوت الملفات بتاعته ما هياش كلها مغطاة داخل الجسم. والاطورة تحت التوصيل بتاعته مش مغطاة. زي اللي بنشوفها مسلا في الاجزاء بتاعة الغسالات الاوتوماتيك من الخلف. لو فتحت الكافر الخارجي من برة هتلاقي ان المحرك مش كله بيبقى الجسم مقفول قفل كامل. طب الاجزاء دي نعمل فيها ايه? بيعمل لها حاجز او بيعمل لها حائل او يعمل لها كونتينر تتحط فيه بحيس ان هو يحجزها عن اي اجسام اخرى. طيب يبقى ايزا عملية الحاجز او الكونتينر بتتم كالقاتي. ان انا اما بستخدم حاجز مع زوق عازل بيعزل بين جزئين مكهربين وانا خايف او فيه قلق من ان هو اللمس المباشر لها او يحصل اللمس المباشر لها أو بنعمل الكونتينر الكونتينر دا بيتم فيه وضع المعدة او وضع الالة او الجزء نفسه جوة ايه? جوة الكونتينر دا. يبقى انا كده لما عملت الوضع دا جوة الكونتينر او جوة الحاوية بتاعتنا عزلتها عن باقي الاجزاء اللي ايه? اللي حواليها. زي ما بنعمل كده في ايهclear بالظبط? تمام زي ما بنعمل في المحاولات الكهربية الكبيرة اللي احنا بنحطها في خزنات مملوقة بالزيت لعملية التبريد والعملية الايه? العزل اللي هي الملفات بتاعة المحاولات اللي هي ملفات النحاسية بتاعة المحاولات اللي بتوضع بالقلب الحديد بتاعها جوة خزنات مملوقة بالزيت اولا لعزلها عن الدارة الخارجية وعزل الملفات عن بعضها عشان خاطر ما يحصلش اي قسر ده اللي احنا قلناه قبل كده ان انا لما باجي اعمل عزل وفصل بعزل الدواير ذات الجهد العالي ودواير ذات الجهد المنخشديد الانخفاض ويكون درجة العزل ما بينهم حد يفكر ايوة درجة العزل ما بينهم بتكون لا تقل عن درجة عزل ملفات دخل وخرج المحاولات المأمونة. يبقى انا بعمل عزل بين الملفات وبعضها عشان خاطر ما يحصل قسر ما بينهم ما بين ايه? ما بين بعض. طيب بحط ساعد في بعض المحاولات اللي بنسمى المحاولات الزيتية. بحط الملفات بتاعة المحاول اللي ابتدائي والسنوي اللي هو الداخل والخارج بحطهم جوه خزان مملوء بالزيت. اولا لعملية العزل بين الملفات وبعضها. ثانيا لعملية التبريد لو حصل زيادة في درجات الحرارة عشان الملفات ما يحصل لهاش انهيار للعزل وتحصل تلامس مباشر بينها وبين ايه وبين بعضها. خلاص? طيب انا بقى محتاج ايه في عملية العزل سواء كانت بحواجز او سواء كانت بحويات وكنتنرات. اولا لازم الحواجز او الحوائل دي او الكنتنرات دي لازم تحقق لمجموعة من الاشتراطات. اولهم ان انا لازم يكون السطح الخارجي او السطح العلوي بتاعهم الخارجي من برة يكون بيحقق درجة عالية جدا من العزل والحماية. خلاص? مجيش انا اكون بعزل وبحمي وفي نفس الوقت الاقي الحاجز نفسه هو مش مقديه للامان دوت هو نفسه عايز يتأزل. يبقى انا بستخدم مادة عزلة ويكون الحاجز دوت او الحائل ده او الكنتنر ده بيحقق لاقصى درجة من الحماية على السطح الخارجي بتاعه. يتحمل الاجهادات بمختلف انواعها. خلاص? اجهادات ميكانيكية حرارية كهربية كيميائية اي نوع من انواع الاجهادات اللي ممكن اتعرض لها اسناء العمل. تمام? طيب ايه كمان? ان يكون مسبت بمتانة وبشكل جيد جدا يؤدي له او يسبب له استقرار جيد ليه ما يبقاش في اي اهتزازات? يبقى سهل خلعه? يبقى سهل ان هو يقع نتيجة اي اهتزازات? نتيجة اي صدمات? يبقى سابت. تمام? ايه كمان? كمان لازم يكون اسناء عملية الخلع او الشيل والوضع التاني مرة اخرى. لو انا بشيل الحجز وبرفعه. وبرجعه مرة اخرى تاني. لعمل سيانة لتجديد لاي سبب. او الكونتينر نفسه او الحوية نفسها. ليها مسلا باب ليها غطاء ليها بتتفك وبتتركب تاني. لازم يتم الشيل او الوضع او الفتح والغلق تاني باستخدام معدات مخصصة. ما جيش باي حاجة كده وافك وافتح او اشيل او بعتلة او لأ. عشان الحوية او الكونتينر او الحاجز بتاعي ما يتلفش ويتعرض للانهيار او التلف فيما بعد. احافظ عليه. طيب ايه كمان يا شباب? ان انا لما باجي اعمل عملية رفعي للحاجز بتاعنا دوت. او فتح للحوية او الكونتينر بتاعنا سواء بغطاء علوي او بابواب او ايا كان نوعه. خلاص? لازم اكون فاصل الطيار الكهرابي عن المعدة او الالة او الاجزاء اللي انا هرفع عنها العزل ده. ليه? عشان انا مش دامن ان انا الجهد الاولى ان انا طبعا لازم بيبقى ده كله معروف من 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 الخريطة او من البلان اللي موجود مع الالة او المعدة انا بتعامل مع جهد ايه وطيار ايه وايه اللي بيشتغل من خلال الجهاز دوت وهكزا والتواصلات بتاعته. ولكن ممكن يكون فيه شحنات كهربية متراكمة. ممكن يكون فيه تماث مباشر لاي سبب الاسباب بين الحاجز او الحائل دوت او الجسم بتاع الكونتينر وبين الجزء المكهرب اللي انا عزله. خلاص? فانا عشان اامن نفسي واامن الشغل وابقى متطمن وانا شغال مع الاجسام اللي زي كده. فلازم يكون فاصل الطيار الكهرابي الرئيس اللي بيغزي المعدة او الالة او الجزء اللي انا هتعامل معاه. قبل مرفع الحاجز او قبل مفتح الحاوية او الكونتينر اللي احنا بنتكلم ايه بنتكلم فيه. ده يا شباب بنسميه اختبار ضد او اختبار وقاية ضد اللمس المباشر باستخدام الحاويات وباستخدام الحواجز. طيب الاختبار اللي بعد كده هنشوفه مع بعض كده على الشاشة قدامنا دلوقتي اللي هو اختبار تحديد الكطبية. اختبار تحديد الكطبية. طيب ايه اختبار تحديد الكطبية? الاختبار ده يا شباب بيتم اجراؤه لتحقق من الاتي. اول حاجة عدم تركيب مصهر او مفتاح زو قطب واحد في موصل التعادل عند التغذية بطيار سلاسي الاوجو. او في السلك الاوسط عند التغذية بطيار متردد واحد. وجه واحد زو سلاسة اسلاك. يعني ايه شباب? يعني كده لو احنا قلنا بمنطقة البساطة. احنا هنبص على الورقة كده لو سمحتم بالورقة والقلم. ونقول ان انا لو دلوقتي عندي الاطراف بتاعتنا اللي احنا بنتعامل بيها سواء في السري فيز او في السنجل فيز. نبص كده بالورقة والقلم. نشوف واحدة واحدة يقصد ايه بالنقطة دي. اولا انا لو عندي اطراف سلاسية الاوجو. يعني ايه اطراف سلاسية الاوجو? زي ما بص كده على الورقة بالزبط اللي انا هرسمه دلوقتي. عندي تلات اطراف للطيار سلاسي الاوجو? احنا عارفينهم اللي هما لاين واحد لاين اتنين لاين تلاتة. لهم التلتمائية وتمانين او السري فيز بتوعنا اللي احنا بتعمل معهم على حسب كومة الجنود السلاسي الاوجو. من المفترض ان انا دلوقتي يا شباب التلات اطراف دول لما بنجي نتعامل ونحط الفيوزات بتاعتنا. عندي كمان خط رابع اللي هو المفروض خط الايه? خط التعادل. ننقطه كده. خلاص? اللي هو النيوترال بتاعنا او خط التعادل اللي هو المحصلة بتاعته بتبقى زيرو. اللي بيكمل معايا التلات اوجوه. تمام? التلات اوجوه دول المفروض بالنسبة لنا ده لاين حامل للطيار. ده لاين حامل للطيار. ده لاين حامل للطيار. ده نيوترال الطيار المحصلة في زيرو. لما بنجي نحط الفيوزات بنحط الفيوزات فين? بنحطها على اللاين. يعني باجي هنا على اللاين رقم واحد مسلا وحط الفيوز الخاص بيه. باجي على اللاين رقم اتنين وحط الفيوز الخاص بيه. على اللاين رقم تلاتة وحط الفيوز الخاص بيه. ما اقدرش حط فيوز فين? على النيوترال. ده هنا هيعمل لي مشكلة ويعمل لي عدم اه او عدم اتزان. خلاص? ما 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 جيبش هنا فيوز وراح حطه فين? على النيوترال. يبقى النيوترال اللي واحده عليه فيوز والخطوط التانية كل واحدة عليها فيوز. لأ. يبقى هنا بس ممكن اعمل ايه? ممكن اعمل ان انا احط مفتاح. خد ناخد بالنا يا شباب. لا فيوزات ولا مفاتيح. ما احطش على النيوترال لا فيوز ولا مفتاح. منفاصل. يعني ايه منفاصل? يعني ماجيشي عندي التلات خطوط كده? كل خطة ليه الفيوز والنيوترال كمان احط فيوز منفاصل لوحده. او مفتاح منفاصل لوحده. لا. احنا بنعمل ايه? ممكن لو انا عايز اقمن الاربع اكتاب بما فيهم النيوترال. استخدم مفتاح او فيوز رباعي الاكتاب. يعني باربع اطراف. يفصلوا الاربع مع بعض ويشتغلوا مع بعض. ولكن ما حطش لكل واحد ايه? لوحده. ولاجع النيوترال احط له مفتاح او فيوز لوحده. ده غلط. هيعمل عدم اتزان وتبقى مشكلة كبيرة جدا. طيب الحالة التانية ان انا يبقى عندي. طيار متردد. يعني ده كده ده لو سريه ايه? خلاص? ده لو سريه فيز. طب لو انا عندي واجه واحد هنعمل ايه? بيبقى عندي طرف وطرف ايوة اللي هو التعادل والطرف التالت اللي احنا قلنا عليه يا شباب. ايوة البي اي برافو الناس اللي فاكرة او تقريد الحماية. خلاص? ده لو واجه واحد هنشتغل مسلا ميتين وعشرين فولت. ماشي? الفيوز لما بتتحطي هنا بتتحطي فين? بتتحطي على ده لو هستخدم فيوز واحد منفاصل. ما جيش بقى احط على او احط على البروتكشن ايرس? لا. اواجه احط على النيوترال لوحده. لا غلط. امتى احط يا شباب على النيوترال? لما استخدم مفتاح صناء الاكتاب. يربط الاتنين او يفصل الاتنين مع بعض في نفس التوقيت داخل هنا. اهو يبقى مفتاح صناء الاكتاب داخل اللي وداخل النيوترال مع بعض. يفصلوا مع بعض ويوصلوا ايه? مع بعض. مش يفصلوا يعني او يوصلوا يعني بيتصلوا الاتنين ببعض. لا. ده هو. المفتاح بيبقى موجود في المنتصف. يفصل ده عنده ويفصل ده عنده. الدخل عن الخارج. خلاص? فبالتالي في الحالة دي بافصل الاتنين مع بعض وارجع ووصلهم مع بعض. زي المفتاح اللي بتشينه كده بالزبط اللي احنا بنستخدمه في البيت مع السخنات والاحمال الكبيرة بتاع التكيفات اللي بيفصل ارض وكهرباء مع بعض ويوصلهم نرجع يوصلهم ايه? مع بعض تاني. لكن لو استخدم في وزاة منفصلة او مفتاح منفصلة لا يمكن ابدا استخدم على خط نيوترل لوحده. يبقى ده المعصود ان انا استخدم على الخط الاوسط في الوجه الواحد باستخدام تلات ايه? تلات اسلاك واجه ايه? واجه واحد. خدوا بالحضراتكم. دول تلات اسلاك بس سري فيز. معاهم نيوترل. دول تلات اسلاك بس سنجل فيز. لاين. نيوترل. البيئي او بتاعنا الوقت اقريدي لايه? الحماية. طيب نرجع تاني للشاشة بتاعتنا ونشوف كده باقي خطوات الاختبار. بيقول ايه الاختبار اللي عندي? ان عدم تركيب مصر او مفتاح زوقت بواحدة اهو على موصل التعادل. عند التغذية بطيار سلاسل ايه? الاوجو. او السلك الاوسط عند التغذية بطيار متردد واجه واحد تلات ايه? اسلاك. اللي احنا شرحناهم بالرسمة دلوقتي على الورع. طيب. اتنين. الكطب الخارجي. او الالووز او المقلوز. في الدوي الالووز. اللي هي بتاعت المصابيح. بيكون متصرا بموصل التعادل المؤرض. عند استخدام هذا النوع من الدوي. يعني ايه يا شباب? يعني احنا عندنا مجموعة من الدوي اللي بنستخدمها في عمليات الانارة. منها الدوي الالووز اللي احنا يكون القطب الخارجي اللي هو الجناح الخارجي ليها. يكون متصل بموصل التعادل. يعني ايه? بصوا يا شباب. الدوية نفسها اللي هي بتاعت الالووز او اللمبة الالووز. لو جينا بصنا من الداخل هنلاقي ايه? هنلاقي ان الدوية نفسها الجسم الداخلي اللي هو فيه الجزء المؤلوز او السن الالووز بتاعنا. اللي هو المعدن. وفيه جزء في النص تحت في قعدة القعدة نفسها. واللي اتنين معزولين عن بعض. يعني الاتنين مش متصلين ايه? ببعض. هنا في الاختبار ده بيقول لي ايه? ان الجزء الالووز نفسه. السن الالووز نفسه. اللي هيتوصل باللمبة والجزء في اللمبة اللي هيتركب فيها. الجزء ده هو اللي يبقى متوصل بخط التعادل. هو اللي يبقى متوصل بايه? بخط التعادل. يعني ايه? يعني حدود دلوقتي المفروض ان اللمبة دي عشان تشتغل محتاجها طرفين. طرف اللاين اللي حامل للطهار الكهرابي وطرف النيوترال اللي هو التعادل الفردة الميتة طيب الطرف الكهرابي او الحامل للطهار الكهرابي هو اللي هيبقى متصل بالطرف الاوسط في الاعدة او الداوي اعدة الداوي ماشي والطرف التاني اللي هو النيوترال هيتوصل بالسن الخارجي او الجسم الالووز المعدن اللي هو احنا قلنا عليه ماشي شباب يبقى دايما النيوترال هو اللي يبقى متصل في الجزء الالووز من الاعدة. في الجزء الالووز من الاعدة. طب حد يجي يقول لي ليه? السبب. السبب بمنطقة البساطة ان حضرتك وانت بتتعامل مسلا مع داوي من هزا النوع. بتيجي تركب مسلا المصباح الالووز بتاعنا. المصباح بيبقى ليه اعدة هي كمان اعدة مقلوزة. ان الخارجي بتاعها اللي هيركب في الداوي. ومن تحت اللمبة فيه جزء التاني اللي هو اعدة معدن دي. ومعزولة اللي اتنين عن بعضهم بعازل اسود كده بنشوفه في الاعدة. بتاعت اللمبة نفسها. طيب المفروض اللمبة دي لما بتدخل في الداوي. السن المعدن بيركب مع السن المعدن. والنقطة الموصلة اللي تحت بتركب مع النقطة الموصلة التانية المعزولة في الاعدة. طيب لو انا حاطت الطرف الحامل للطيار على السن الخارجي فرضا ان انا السن ما بيركبش للاخر لما اجي امسك الدواية وانا شغال ممكن امس السن الخارجي. فلو هو حامل الطير كهربية ممكن العنصر البشر هنحصل له ايه? يحصل له صدمة كهربية. او اي حاجة ممكن تلمسه او تتسقط عليه او اي حاجة ممكن تلمس نتيجة اي خطأ غير مقصود. لكن لما حط عليه خط التعادل اللي هي الفردة الميتة اللي بنقول عليها فردة ميتة او حاملة او غير حاملة للطيار لما تبقى هي اللي برة تبقى من نسباني مؤمنة سهل ان انا لو في اي سبب من الاسباب اتلمست لاي سبب ما يبقاش فيه تأثير على الشخص اللي شغال او يحصل اي تماث مباشر بينها وبين اي جزء اخر. تمام يا شباب? طيب تعال ان بص كده على الخطوة اللي بعدها. رقم تلاتة. سلامة توصيل المواصلات الى مخارج المقابس. في الاختبار ده? اتحقق من سلامة توصيل المواصلات الى مخارج المقابس اللي هي المفاتيح. لازم اتأكد ان التوصيلات والاسلاك اللي رجبة في المفاتيح بتاعتنا والسوكيتات بتاعتنا تكون مؤمنة ومربوطة جيدا وما فاش اي اهتزازات عشان ما يحصلش اي اي ايه? اي قسر او اي اه شرارة كهربية ممكن فيما بعد تسبب ماس كهرابي او بالنسبة لنا تسبب لنا مشاكل خطيرة جدا. طيب بعد كده الاختبار بعد حدوث حريق او تلف بالمياه. والاختبار ده مهم جدا يا شباب لانه لو لقدر الله حصل لاي سبب من الاسباب داخل المنشأة اللي احنا موجودين فيها. تلف بالمياه نتيجة تصرب مياه نتيجة انفجار احد المواسير او لقدر الله حريق لاي سبب من الاسباب ممكن في بعض المهمات والعناصر الكهربية بتتلف. فالعناصر دي بيجب اختبارها بعد الحدوث الحريق او التلف بالمياه عشان اتطمن انها شغالة وعلى كفاءة عالية من الاستخدام وإلا يتم استبدالها باخرى. طبعا احنا اثناء عملات التركيبات قبل التشغيل النهائي والتوصيل بيجب اختبار هذه المهمات والمعدات وعزلها جيدا وتأمينها جيدا ضد الحريق والايه والمياه. حتى لو حصل لقدر الله اي حاجة من الاتنين دول بيجي بعد كده بتبقى مؤمنة ويبقى التلفيات حاجات ايه بسيطة. طب هذا الاختبار بيتم ازاي? اولا بيتم بعد حدوث حريق او تلف المياه على مجموعة من الخطوات. وذلك بعد اخماد الحريق تماما وتبريده بالمياه لفترة كافية حتى لا يعود الاشتعال من جديد مرة اخرى. بيتم اختبار الاتي. ايه بقى اللي بيتم اختباره? اولا اي موصلات مكشوفة وغالبا ما تكون دمرت تماما ويلزم تغييرها. الموصلات ايه المكشوفة? اللي هي خارج الحائط او جاية مسلا على الاجهزة والمعدات. الموصلات دي غالبا ما تكون دمرت بشكل كامل ويجب ايه? يجب تغييرها. طيب اتنين المفاتيح والقواطع المستخدمة التي كانت داخل الحريق. لو دمرت لقدر الله تماما لازا يلزم ايه? تغييرها. ما جذفش ويقول لا يمشي وقدر اكمل بيه. لا اخلص يتغير بشكل كامل. تلاتة الموصلات المدفونة في الحائط. طيب الموصلات المدفونة في الحائط ممكن بازن لا تكون مؤمنة شوية بعض الشيء. بس يجب برضو ايه? اختبارها. باختبارها ازاي شباب? باختبارها بجهاز اسمه جهاز الميجر. اللي هو بيقيس متانة العزل. بالضبط. عشان اتطمن ان عزل هذه الموصلات مازالة جيدا وما حصلش نتيجة الحرارة اللي حصلت او المية اللي تسربت اي انهيار لهذا العزل. اللي ممكن اثناء التشغيل بعد كده ممكن يسبب ايه? يسبب انهيار كامل للموصلات ويحصل قصر ما بينه وبين بعضها. طيب. واذا كان هذا العزل قد حصله ضعف بيتم ايه? بيتم تغييره بشكل كامل. طيب. اللي بعد كده جميع الكابلات الممددة تحت الارض يتم اختبارها. ودي غالبا ما تكون سليمة. لانها مدفونة في بطن الارض وتبقى مدفونة على عمق اه الى حد ما بيبقى كبير شوية. فممكن لقدر الله الحريق ما بيوصلهوش او لو حصل بقى تلف لمية او انهيار لمسهورة مية مثلا كبيرة ومدفونة في الارض. في الحالة دي لازم بالطبيعي لازم ان انا هختبارها واتأكد من سلامة عزل هزي الكابلات الممددة فين? في الارض. طيب. باقي الاجهزة والمعدات الكهربائية اللي احنا هنستخدمها في هذا المكان يتم تغييرها كليا. لان الحريق او المياه اللي هتتتصرب او المياه اللي هتتم اه الاطفاق بيها. ممكن المستخدمة في الاطفاق بتكون سبب في تلفها. فبالتالي ممكن بيتم او بالاكيد يتم تغيير الايه? الاجهزة والمعدات المستخدمة في هذا المكان. طيب. هننتقل لجزء اخر وهو الاضاقة الاصطناعية. بس قبل ما ننتقل للاضاقة الاصطناعية هنعمل زي تجميع كده بشكل كبير نهائي عن مجموعة الاختبارات اللي احنا قلنا عليها. احنا دلوقتي عندنا مجموعة من الاختبارات اللي بتتم. سواء كان قبل توصيل الطيار الكهرابي وقبل التشغيل النهائي او سواء بعد التشغيل بالشكل النهائي بعد امدال التواصلات وبعد تجربتها. مجموعة الاختبارات دي بتتم يا شباب بناء على ما يسمى بالكود المصري للتركيبات الكهربية او الكود الكهرابي المصري. اللي بيضمن سلامة التواصلات وسلامة التنفيذ وسلامة الاستخدام سواء قبل التنفيذ او بعد او عثناء التشغيل من خلال مجموعة من المعايير والمواصفات القياسية الموضوعة زي ما اتفقنا وشرحنا الاختبارات دي بتتم زي ما قلت لحضراتكم بعد التوصيل وبعد التواصلات الكهربية وامدادها سواء قبل التشغيل الطيار الكهرابي او بعد تشغيل الطيار الكهرابي. نستخلص سريعا من هذه الاختبارات اختبار استمرارية الدوائر النهائية الحلقية باستخدام الاوميتر سواء كان بالطريقة الاولى اللي هي باستخدام الاوميتر ومواصل اختبار من خلال كياس الاطراف او الاختبار التاني اختبار مقاومة التقريد بتاعة قطب التقريد او الاقتروض التقريد اللي احنا هنستخدمه للحماية او للارث تمام? اختبار متانة العزل ومقاومة العزل للاجسام والمعدات المقاربة او الاطراف المقاربة اختبار الفصل او الوقاية باستخدام الحواجز والكونترنرات والحاويات عشان نعمل فصل بين الدواير شديدة الجهد الانخفاض في الجهد ودواير الجهد الايه? العالي او اختبارات ضد الانهيار الارضي او التصرب للارض او مقاومة عزل الارض اللي هو يحصل تصرب او انهيار للعزل بين المواصل الكهرابي وليه الارض فبعمل لها عزل وبعمل لها وبقيس مقاومتها ويجب ان لتقل مقاومتها عن واحد ميجا اوم. عن واحد ميجا اوم. تمام? ولو انا اه بنعزل الاطراف الارضي والنيوترال لازم برضو المقاومة بينها وبين الارض اللي تقل عن ربع ميجا اوم او خمسة وعشرين من مية ميجا اوم. الاختبارات الاخيرة اللي بتتم اللي هي بتتم بعد حدوث حريك او تلف بالمياه ودي اللي بتتم على المواصلات والكابلات المدفونة في الارض او اللي في الحائط او المعدات والاجهزة اللي بيتم استخدامها في هذا المكان او المعدات والاجزاء المكهربة اللي موجودة ومؤمنة لازم اعمل لها اختبار عشان خاطر اتطمن ان ما يحصلهاش اي ما يكونش حصل لها اي تلف وقال لي حصل له تلف بيتم استبعاده نهائي واستبداله بجديد اخر سليم. طيب. هندخل في جزء جديد مهم جدا في شغل التركيبات الكهربية بتاعنا وهو الاضاءة الاصطناعية. طيب. ناخد كده من العنوان مع بعض كلمة اضاءة اصطناعية. زي ما احنا بنقول وتعودنا مع بعض ان احنا بنفسر دايما العنوان بقسمه الاول عشان افهم هتكلم في ايه بعد لهذا العنوان. كلمة اضاءة اصطناعية يعني معناها هتعامل مع مصادر اضاءة ولكن من صنع الانسان. من صنع الانسان. وده هيبدأ بقى هنا يدخلنا في تصنيفات لمصادر الاضاءة. سواء كان من حيث صنعها او مصدرها او طبيعة الحصول عليها او سواء كان من طبيعة توظيفها وتوزيعها في المكان. عندي تلات انواع اساسية من الاضاءة تبقى لطبيعة توظيفها في المكان. ومن حيث مصادر الحصول عليها عندي مصادر مصادر طبيعية او مصدر طبيعي للاضاءة ومصدر صناعي او اصطناعي. مصدر الطبيعي هو المصدر الوحيد اللي اللي ربنا اه منع لنا به وانعم علينا به وهو الشمس. ده مصدر الاضاءة الطبيعي الاول في على الكرة الارضية هو الشمس. طيب المصدر التاني من حيث الحصول على الاضاءة والمصادر الاصطناعية بانواعها. لمبات اضاءة بمختلف انواعها زي ما هنشوفها هندرسها مع بعض. المصابيح والكشفات السغيرة. الشمعة. لمبات اللي بتشتغل بالوقود. قال ليها كانت زمان بني يقال عليها لمبات الجاز. خلاص الحاجات اللي بتشتغل بالوقود دي كلها مصادر اضاءة. بس مصادر ايه اصطناعية. طيب من حيث توزفها او توزعها في المكان هنتكلم عن تلات انواع من مصادر الاضاءة. اول نوع من هزي المصادر زي ما هنشوف قدامنا كده مع بعض على الشاشة. نبص كده ونشوف فئات الاضاءة المختلفة. اول نوع شباب الاضاءة الطبيعية. الاضاءة الطبيعية المقصود بيها وهو استخدام مصادر الضوء الطبيعي مثل ضوء الشمس او ضوء القمر. في حين ان الضوء الطبيعي يمكن ان يكون مصدرا رائعا للاضاءة لانه هو اضاءة طبيعية وما بتأثرش باي شكل او بضرر على الرؤية او العين. الى انه لا يمكن الاعتماد عليه او التحكم فيه دائما. اه طيب. حد يجي يقول لي يعني ايه ما بيعتمدش عليه او يمكن التحكم فيه دائما. هو هل يمكن التحكم فيه بس في بعض الوقات مش بشكل دائم? هنقول دلوقتي. احنا مش هنتحكم فيه كمصدر. ولكن هنتحكم في عملية توزيعه داخل المكان باستخدام العواكس. ناخد بالنا يا شباب او استخدام وضعيات في البنى هنقول عليها دلوقتي ونشوفها. لذلك في كثير من الحالات تكون الاضاءة الاصطناعية ضرورية. يعني ايه? يعني انا على سبيل المثال في وضع مسلا ليلي. مش هقدر اعتمد على ضوء الشمس او ضوء الامر بشكل كافي. الشمس خلاص هتكون غربت. طب ضوء الامر ما بيبقاش كافي بشكل كبير ان انا اعمل اضاءة للاماكن وخصوصا الاماكن الداخلية. تمام? ده ممكن بيبقى في الاماكن الخارجية وبيبقى ضوء الامر مش مش واضح بشكل كافي. تمام يا شباب? فبالتالي باعتمد على الاضاءة الايه? الاصطناعية في هذه الحالة. طيب زي ايه مثلا زي ما حضراتكم شايفين كده. ده مكان داخل منزل على سبيل المثال زي الصورة اللي احنا شايفينها. الوجهة بتاعة المنزل الاساسية من الخارج كلها عبارة عن زجاج بيسمح بنفاس ضوء الشمس من الخارج الى الداخل. فهنا بيعتمد على اضاءة هذا المكان من خلال الاضاءة الطبيعية خلال فترة النهار. لكن لو جينا نفس المكان ده خلال فترة الليل. طبعا صعب جدا ان انا هاعتمد على اضاءة الشمس خلاص هكون اه مشت. فبالجأ للاضاءة الايه? الاصطناعية. ناخد بال بقى حضراتكم. هنا التحكم في نوع الاضاءة ما بيبقاش تحكم في المصدر نفسه. ده بيتحكم في الضوء الساقط على المكان في توزيعه. يعني ايه? يعني ممكن بدل ما بعمل النوافذ كلها بشكل كده شفاف ابيض. ممكن اعمل بعض النوافذ آآ غامل. اللي هو التفييم او الفمين. بحيث ان هو هيعكس ضوء ابيض ويعكس ضوء اخر خافت شوية. يبقى هنا بوزع الاضاءة من الداخل. ممكن اعمل مرايات عكسة داخل هذه النوافذ بحيث انها تعكس الاضاءة في زوايا مختلفة. يبقى بتحكم كلمة اتحكم في ضوء الطبيعي دائما. فيه يعني لا يمكن التحكم فيه دائما. معناها ان انا ممكن اتحكم في توزيعه في بعض الاوقات. طيب. النوع التاني اللي هو الاضاءة الاصطناعية. اللي هي بقى من صنع الانسان. بتشمل اي نوع من انواع الاضاءة التي يتم انشأها بواسطة مصدر من صنع الانسان. مثل ايه? مثل مصابيح الفلورسنت. اللي هي لمبات الفلورسنت الطويلة اللي احنا نشوف اشكالها ان شاء الله مع بعض النهاردة. زي مصابيح الليد. اللي هي المصابيح الحالية اللي احنا بنتعامل بها حاليا. مصابيح الهلوجين. المصابيح المتوهجة. زي الزئبك مثلا او السوديوم. او المصابيح اللي هي اللي كانت زمان زي التنجستين اللي هي بتبقى الصفرة بتاعة زمان ديت. مصابيح الفلورسنت المدمجة. اللي هي شبيهة بالزبط كده باللمبات الموفرة بتاع الحلزونية اللي احنا كنا بنشوفها وهواري لحرككم اشكالها دلوقتي. بتستخدم هزي الانواع من الاضواء في مهام مثل اضاءة الغرف. اه مثلا زي غرفة للقراءة. صلاة الرسم. القاعات المكتبية. اه توفير الرؤية الاغراض امنية. في بعض مثلا الاماكن. طيب. زي ايه بقى? بص كده حضرتك الصورة اللي قدامنا. فيها مجموعة من المصابيح او اللمبات اللي ممكن نستخدمها في عملية الاضاءة الاصطناعية. زي ما حضرتكم شايفين كده فيها مجموعة مختلفة من المصابيح. اه مثلا اللمبات السوديوم. اللمبات الهلوجين. اللمبات الليد. لمبات الفلورسنت. باشكال طبعا وانواع مختلفة بالدوي برضو مختلفة. اه الشوكة. اه بدوي مصمار. على حسب نوع الكشفات. وعلى حسب نوع اللمبة والمكان اللي انت هتستخدمه فيه. في منها الشمعة. في منها على حسب التوزيع اللي انت عايز تستخدم فيه. النوع التالت من حيث توزيع الاضاءة واستخدامها اللي هي بنسميها الاضاءة المسرحية. دي بتبقى نوع بيتضمن استخدام الاضواء الملونة. خلاص? بيعمل ايه? بيبقى هدفه? بيعمل خلق او اه بيعمل نوع او جو ومزاج على خشبة المسرح. دي في بعض الاعمال الفنية والمسرحية. اللي بيتم استخدامه ايضا لتوفير التركيز على عنصر معين لما بيعمل مثلا سبوت او فوكس على جزء معين على خشبة المسرح. تمام? محدد داخل مساحة الاداء بتاعتنا. وتشمل هذه الاضواء المسرحية الشائعة الاضواء الكشفة واضواء اه اللي بيسموه اضواء الغسيل ونقاط المتابعة واضواء الكشفة العكسة البيضاوية. وطمعا ده بيبقى ليه تخصص مخصص على فكرة يا شباب لعمليات توزيع الاضاءات دي ما بيبقاش اي حد بيتعامل فيها. يعني بيبقى ليها اه ناس متخصصة لعملية توزيع الاضاءة داخل المكان. بداية من حسابها وحساب قيمة اللومن او الكسافة اللي احنا عايزينها او شدة الاضاءة اللي احنا عايزينها في المكان الى توزيعها واماكن وضعها والمسافات البينية بينها وبين البعضها واماكن تركيزها وهل هي اضاءة مباشرة ولا غير مباشرة ولا نصف مباشرة. في حسابات كتير جدا وفيه عوامل كتير جدا. الاضاءة اللي ممكن نستخدمها مثلا في الصلاة الرياضية غير لما الاضاءة اللي بنستخدمها مثلا داخل المنزل داخل غرفة الاستراحة غير في مسلا غرفة النوم غير في الاستاد غير في مسلا المكتبة غير في مسرح غير في اضاءة غرفة عمليات داخل المستشفى بتختلف تختلف من حيس ايه بقى? اولا درجة تركيز الضوء في المكان دوت اللومن اللي انا مستخدمه كلمة اللومن اللي انا مستخدمه يعني درجة او شدة التضفق الضوئي اللي خارج من المصدر ده كمية الضوء اللي خارجة من المصدر دي قد ايه? محتاج قد ايه لومن? تمام? المكان نفسه طبيعة المكان اللي هيشتغل. سطح العمل نفسه. يعني انا دلوقتي قدامي مسلا اه ديسك ديسك او مسلا اه بنج او او سرير بتاع عمليات او طرابيزة في مكتبة او في مطبخ كل ده بيعتبر قدامي اسمه سطح عمل. طب ارتفاع سطح العمل ده هيبقى ارتفاعه قد ايه من سطح الارض? طب ارتفاعه قد ايه من السقف? طيب اه المصباح او الكشاف او مصدر الاضاءة وضعوا ما بينه ما بين سطح العمل ده وارتفاعهم عن بعض قد ايه? عشان طب هيتركز عليه على الضوء على مسلا الورقة اللي قدامي ديت او الشغلة اللي قدامي دي? ولا تبقى اضاءة عامة على المكان بالشكل كامل بدون تركيز على سطح او جزء او نقطة معينة? دي كلها ليها حسابات وليها عوامل بيجب مراعاتها اسناء تصميم عمليات الاضاءة بمختلف انواعها. درجة الضوء نفسها يا شباب ناخد بالنا كمان بتخش معانا كعامل. يا ترى عايز ضوء ابيض زي ضوء النهار? عايز ضوء ابيض ساطع? ضوء ابيض دافي? اللي هو الورم او الدافي شوية اللي بيدي بعض الصفار او الدافيان دوت? هل هو ابيض ناصع? هل هو ملون? هل هو خليط او ميكس بين مجموعة الوان اضاءات مختلفة? عشان تديني زوايا رؤية معينة? زي مسلا على سبيل المثال الصلاة الرياضية اللي بيقى في العاب القوة. لما بيجوا مسلا الجماعة بتوع اه كمال الاجسام. ده مسال مسلا. الصالة الرياضية اللي بيلعبوا فيها او البساط اللي بيلعب عليه او اللي بيستعرض بيه اللي بيستعرض فيه الموهبة بتاعته. لجنة الحكام لما بتبقى قاعدة لازم زوية الرؤية تبقى واضحة للجميع من كل الاتجاهات. وتجيب التفاصيل الدقيقة لللاعب اللي بيستعرض او اللاعب اللي طالع بيعرض البنية الجسمانية بتاعته. فهنا في الحالة دي بيبقى عامل الاضاءة مهم جدا جدا جدا. عشان تبقى زوايا الاضاءة كلها واحدة. مجايباء للتفاصيل كلها. بدون ما يكون فيه توهج او لمعان اه كبير يسبب لي تشوه في مدى الرؤية. او ان هو يبقى فيه ظلال. يبقى لهو فيه توهج عالي جدا ولا ظلال كبيرة تخفي عني بعض الاجزاء. فبيتم التوزيع وبيتم الحسابات بتاعتهم بشكل معاين برضو ليها حساباتها بحيث ان الاضاءة كلها تكون مناسبة وكمية اللوميني او التضفق اللي خارج من المصادر خارج بقيمة معينة تدي زوية رؤية للجميع بكل التفاصيل وفي نفس الوقت بدون ما يحدث توهج او انبهار للعين ممكن يسبب عدم رؤية صحيحة ويسبب مشاكل في اه اه الرؤية للعين. طيب نرجع مع بعض تاني كده نشوف الجزء الخاص بالتكملة بتاع الاضاءة بتاعتنا وهو الاضاءة المسرحية اللي احنا بنقول عليها هو عبارة عن مزج بين مجموعة من الاضواء الملونة. زي مثلا زي ما حضراتكم شايفين كده الصورة اه الموضحة بالنسبة لنا زي مثلا دي بتبقى عبارة عن خشبة مصرح وموجود عليها مجموعة اضاءات مختلفة سواء بالوان او سواء معمول فيها فوكس او تركيز على اجزاء معينة او نقاط معينة على المصرح او منطقة الاداء من استخدام كشفات بانواع مختلفة وعواكس مختلفة طيب جزء اللي بعد كده اللي هنتكلم فيه وهو مراعاة بعض العناصر او بعض العوامل عند تصميم الاضاءة الاصطناعية. اول حاجة ان تعطي المصابيح اللي هيتم استخدامها الفيض الضوء اللازم لتوفير مستوى الاضاءة المناسب للعمل الذي يتم في المكان. زي ما اشارنا دلوقتي على حسب نوع المكان اللي هيتم التعامل فيه بيتم حساب عدد المصابيح بناء على قيمة الفيض الضوء اللي احنا او اللومن اللي هينزل من المصدر بتوفير مستوى الاضاءة المناسب للعمل اللي هيتم. ان تكون الاضاءة متجنسة بقدر الامكان ان يكون مستوى الاضاءة متقارب جدا في جميع انحاء المكان. تمام? ده اللي احنا برضو قلنا عليه ومضربنا بمثال لصالة الالعاب الرياضية بالعاب الكوة بتاعة كمال الاجسام. ان يكون جميع الاضاءات المستخدمة او جميع مصابيح الاضاءة ومصادر الاضاءة المستخدمة في المكان. بقدر الامكان تكون كلها على قدر واحد من اللومن. وتوفر مستوى اضاءة متقارب جدا في جميع الانحاء بزوايا مختلفة. طيب. قال لا يوجد مصدر توهج. يسبب الانبهار. اللي هو بيبقى ضوء عالي جدا في العين. ما بتستحملوش الحضقة بتاعت العين. فبتبدأ خلاص عينك بتقفل منتش قادر تتحمل مستوى الاضاءة بتاعته. ولا البصر بيقدر ايه? يتحملو الانسان العادي. طيب. يبقى معنا ذلك ان احنا واحنا بنعمل مصادر الاضاءة بتاعتنا اراعي. زاوية الرؤية. ما يبقاش الضوء مركز على العين. يبقى مركز على الاماكن. طب هل هو يبقى موزع بشكل كافي? ده برضو هيبان معنا ان شاء الله لما بنيجي ناخد التوزيع ونيجي ناخد الحسابات بتاعتنا في الاماكن المختلفة. وده ان شاء الله اللي هنبدأ به حلقاتنا القادمة. نترككم اليوم في رعاية الله. نتمنى لحضراتكم النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.